علمونا في مدرستنا ازاي نحبه نخفى عليها طول حياتنا ونحمي ارد بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وابناتي طلاب السنوية العامة والسنوية الازارية تالت سنوة تحديدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في الفيديو بتاعنا النهاردة اللي هو الفيديو الثالث اللي بيشرح اللي بيشرح الماضي القريب زمن الماضي القريب زمن قصير جدا وافكاره بسيطة جدا وده ما عوجود عندك في المناج بتاعك وافكاره بتتلخص في التالي الماضي القريب بتتلخص افكاره شباب في التالي كلمة ماضي قريب اسمها بمعنى الماضي القريب كون زي من الماضي القريب. براعي ان انا صرف فعل في المضارع. بعد وعلى طول بنحط حرف الجر د. بعد على طول بنحط الفعل الاساسي للجملة اللي هو المصدر. يبقى بتكون مني تاني كده? ايوة فعل اللي بمعنى يأتي. بعد على طول حرف الجر د د بمعنى آآ لسه توا حالا منذ قليل وبعده المصدر. يعني لو خدت مجموعة امسالة كده ما صرفها فعل aimed أيضًا قام بتراكي قل Lализ و Brab Englements كده بإذن الله لأنك قلت مانتش ? انتي لنonomy تغرره لإضاءً في الدتكال. نعم لكم فيوم ي العاشط في العاشط في العاشط والتكال ي Seal في الابتكال الى اف Morocriver الحرف جر د بينت في البحث إلي جر دا قبل التى بالها أنateful با بردو oggi وما اتعلم الى اahahaha فين. مع الضمير نو بتبقى فينو. مع الضمير فو بتبقى فينين. مع الضمير ايه بتبقى فين. كل ده بحط بعضه حرف الجر دي وبعضه المصدر. انا مسلا كاتب في المسال مع جو فعلي معتي وهكذا. بحط الفعل في المصدر بعده. طب بيستخدم في الماضي القريب. اللي بيستخدم عشان يعبر عن حدث تم وانتخب له زمن الكلام مباشرة. واحد بقول تعالى ولتول لسه واكل. تعالى اشرب لسه شارب. تعالى لعب لسه مخلص لعب. تعالى اكتب الواجب لسه كاتب ومخلص. يبقى بعبر عن حدث في الماضي وانتهى بس لسه ياتبك كده ايه رافع ايدي من العمل بالضبط. اه كمان بقول لي بعبر عن حدث واقع منذ فترة وجيزة. حدث لسه حاصل منذ فترة قريبة زي ما قلنا. طب ليه كلمات دل عليه? هم الكلمتين اللي بيلازر يقولوا قدوم حضرتك دول. دي او كلمة اليا والاتنين بعدهم مدة زمنية. دي بمعنى منذو. دي خلي بالك دي دي غير حرف الجر دي. وغير عدد التجزئة دي. ديت مفتوحة شوية كده. دي عليها اكسونجراف. عليها اكسونجراف. يعني عليها علامة بتفتحها زي ما انت شايفها كده. انما التجزئة والنكره ما يكنش علهم حاجة. الا او إليا. إليا. إليا بمعنى منذو. مش معناه يوجد بقى هنا معناها منذو. يبقى كاما علامة بقى للمسابة للماضي القريب. العلامتين فقط بتوع الماضي القريب. دي وإليا. إليا. طيب هما دول فقط او والله ما فيش جيرهم. هما دول العلامتهم فقط بتوع الماضي القريب. يبقى بتكون من فعل فينير. في المضارع. بعده حرف الجر دي بعده المصدر. علامات الدل عليها يعني من الماليهم في الجملة خدهم. الاشهر والمعروف إليا بمعنى يوجد. وده بمعنى منذو. بس هنا إليا هنا هنترجمها بمعنى منذو. لان وراها فترة زمنية. زي المسال اللي ما عندي اللي بقول. معناها منذو خمس دقائق لسه منتهي من عمل واجبي. فحاجة بها مشهورة جدا عند المدرسين. وعند زملائنا طبعا من اللي بيمارسوا اللغة مع الطلبة. ان هو بحط الفعل ده في النافي. بحط الزمن ده في النافي. والزمن ده يعني يفضل ان هو ما وضعش في النافي. ان النافي مش هديك معنى اصلا. النافي مش هديك معنى اصلا هيكون معنى صعب ومش مفهوم اصلا يعني. عشان كده لا يفضل ان احنا نضع هذا الزمن في في صيغة النافي. مجموعة تدريبات يا شباب على هذا الزمن اللي هو الماضي الحديث. شوازي لابون غيبونس. شوازي لابون غيبونس. اول مثال او اول تدريب. بقول جو فيا ولا فيا ولا فيا. دي جوة افوتة. اياغ. اياغ. علامة ماضي. ما معناها امس. معناها امس. خلاص. يبقى نقول. اول تمرين معنا كنا بنقول. يعني الاختيار الاولاني هو اللي صح. انا لسه لاعب كرة قدم امس. اتنين. اه فكر كده. يا ترا او او ا ولا صحيح. العلامة الماضية هنا في القملة buraya ا نوات فينو دو بغان دخ دي تي. نوات فينو دو بغان دخ دي تي. طب انا لو ببساط على فعل فينير. عليه بنصرف مع ايه? آه بنصرف مع او 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 او. يبقى ده معنى انا بنصرف مع نو. آه رقم اربعة بقول لي. او نوات او فرانس. يعني لسه مسافر لفرنسا منزو ايام قلائل مسلا. آه هنا عندي كلمة وعندي عرفة يبقى ناقصني المصدر ممتاز. باختيغ باختيغ. خمسة. بمعنى لسه منتهين من لعب التنس. انا عندي كلمة ناقصني ايه? ناقصني عرفة وفي المصدر اللي هو فعل يبقى الاختيار الاول هو اللي صحيح. تقول لي طبما التنية مصدر اللي هو او جوي. نقول لك او بس كلمة المستابل الماضي القريب ما بياخدش او مع المصدر. انما بياخد دي مع المصدر. الماضي القريب. رقم ستة. بقول لي النوع دي سبغومنة. او الاختيار هيكون ايه? عاوز فعل مصرف مع ال ال. يبقى الاختيار الثاني. الفين. الفين. الفين دي با اختير. الفين دو سبغومنة. رقم ستة. الفين دو سبغومنة. رقم سبعة. الفين دا غيفة نوات ايهنة. يعني لسه واصل منذ ساعة. هنختار ايباه. يطلع نختار ايليا. عشان رح يكون الاول عشان ده ماضي. يبقى منذ ساعة. الفين دا غيفة. لسه واصل منذ ساعة. رقم تمانية بقول. اه النوعات دو بغون دا غلو تغان. النوعات دو بغون دا غلو تغان. هل يكون الاختيار التاني هو اللي صحيح. الفين دو بغون دا غلو تغان. رقم تسعة. جو فين نوعات فيزيتي لوكاغ. جو فين نوعات فيزيتي لوكاغ. طبعا الاختيار الاول هو اللي الصحيح اللي هو دو اللي ناسبتها ما بتباش مضغمة. رقم عشرة. الفين نوعات فيزاشع. الفين نوعات فيزاشع. فيزاشع. بمعنى يعمل. يبقى ناخد الاختيار الاخير اللي هو كلمة اللي هو حرف الجر دو. لان دا الاختيار الصحيح لتكوين الماضي القريب. دا كان يعني مراجعة كده سريعة على الماضي القريب. وطبعا غالبا بيجي لوجه ان يعني ان شاء الله في الامتحان بيجي منه نقطة اختياري او حاجة. ابرع عن فعلي فين نرف المضارع. ورا حرف الجر دو. ورا المصدر. مالوش نافي. بلاش نحطه في النافي اللي ده من الاخطاءة الشيعة المشهورة. خلي بالك كمان اللي الاعلى موعدة فقط. اللي هي اليا ورا مودي زمنها معناها منز يوم منزو شهر منزو دقائق. او الاعلامة اللي هي البديلة بس مش مشهورة عندنا في المناج. اللي هي برضو معناها منزو. ودي كانت مجموعة من التدريبات. اعددناها لحضراتكم. عشان تطبق عليها. امسك التدريبات دي نساخها تاني. اعمل لقطة شاشة كده. وحلها وشوفها. وازا عاجبك الفيديو ما تنساش. تعرفنا ايه اللي انت ينقصك واحنا تحت امرك. في ايوات. احنا تحت امرو طلاب السنوية كلهم. وشارك الفيديو لزميلك. واعمل عليه لايك. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة